السلام عليكم يعطيكم العافة الله بالصف الخامس اليوم يا خامس في مادتنا العلوم راح نتحدث في الوحدة الثانية من الفصل الدراسي الأول عن تنوع الكائنات الحية اليوم راح نتحدث في درسنا الثانية عن الحيوانات الحيوانات كنا بنعرفها يا خامس وكلنا بنشوفها بحياتنا اليومية هلا الحيوانات أول شي بدك تعرف يا خامس أنه احنا بنعتبرها كائنات حية ليش اعتبرنا الحيوانات كائنات حية خامس لأنها تنمو وتتغذى وتتنفس وتتكاثر واضح يا مث إذن اعتبرنا الحيوانات كائنات حية لأنها تنمو وتتغذى وتتنفس وتتكاثر وما يميزها عن النباتات أنها تستطيع الانتقال من مكان إلى آخر ما يميز الحيوانات عن النباتات أن الحيوانات لا القدرة عن الانتقال من مكان إلى آخر هلأ الحيوانات زي ما نعرف يا خامس أنه مشكلتها أنه نفس الشكل أو نفس الحجم أو نفس طريقة التكاثر أو نفس طريقة الحركة فالعلماء قاموا تصنيفها لنوعين رئيسيين أو مجموعتين رئيسيتين ليه مجموعة فقاريات ومجموعة لا فقاريات مجموعة الفقاريات بك تعرف لي يا خامس أنها تحتوي على عمود فقري أما اللا فقاريات فهي التي لا تحتوي على عمود فقري في جسمها أغلب الحيوانات عنا تحتوي على عمود فقري في جسمها مشانك نسميها فقارية أما التي لا تحتوي على عمود فقري في جسمها نسميها لا فقارية من الأمثل ما تروح عندنا في الكتاب اللي هي النحلة هلأ النحلة بجسمها ما في عمود فقري يا خامس هلأ بيحكي لك بعدين العلماء مسكوا عندنا مجموعات الحيوانات الفقارية واللافقارية أول إشقام متصنيف الحيوانات الفقارية إلى خمسة مجموعات أسماك برمائيات زواحف طيور ثديات أسماك برمائيات زواحف طيور ثديات هاي مجموعة الحيوانات الفقارية الأسماك من صفتي خمس داك تعرف لي أنها مغطة بالقشور وتتكثر بالبيض مغطة بالقشور وتتكثر بالبيض برمائيات جلدها أملس رطب وتتكاثر بالبيض الزواحف جسمها مغطى بالحراشف وتتكاثر بالبيض الطيور يغطي جسمها الريش وتتكاثر بالبيض الثديات يغطي جسمها شعر فرو جلد وبر وتتكاثر بالولادة وهنا عنا يا خامس بعض الأمثلة طرحينكم ياها كل مجموعة مجموعة الأسماك البرمائيات الزواحف الطيور الثديات ضرورة نحفظ كل واحد بشيء بتميز الآن ننتقل للحيوانات اللافقارية الحيوانات اللافقارية قسموها العلماء عنا لثلاث مجموعات يا خامس الرخويات والديدان والمفصليات الرخويات هي عبارة عن كائنات حية جسمها رخو في بعضها له أصداف منها ما هو ضار ومنها ما هو مفيد منها ما هو سريع منها ما هو بطيء منها ما هو يضحف ومنها ما هو يسبح ففي تنوع بالرخويات فمن أشهر أمثلة على الرخويات بيحكي لك عندنا الأخطابوت والحلزون من أشهر أمثلة على الرخويات أخطابوت حلزون محار ننتقل إلى النوع الثاني من الحيوانات اللافقارية وهو المفصليات سميناها مفصليات يا خامس لأنه جسمها مقسم إلى أجزاء جسمها مقسم إلى أجزاء هاي الأجزاء بتكون متصلة مع بعضها البعض وتكون صلبة متصلة مع بعضها البعض وتكون صلبة برضو المفصليات عنا متنوعة ومنها ما هو سريع منها ما هو بطيء منها ما يعيش بيئات متنوعة ومنها ما هو مفيد ومنها ما هو ضار من الأمثلة على المفصليات المفيدة للإنسان والبيئة النحل ومثال على مفصل مفصليات ضارة كان للإنسان أو للبيئة هو العقرب لاحظ شو أصنب المفصليات طلع على ذلك العقرب كيف مقسم إلى قطع كل قطعة نسميها مفصل ولاحظ أنها ملتسق بعض البعض وهاي الأجزاء يا خامس بتكون عندنا صلبة بتكون صلبة أو قاسية ثالث نوع من أنواع اللافقاريات وهي الديدان الديدان تعيش في بيئات مختلفة من أشهر الأمثلة عليها دودة الأرض والدودة الشريطية دودة الأرض اللي هي بتعيش عنا في التربي فتعمل على تهوية التربي وزيادة خصوبتها تعمل على تهوية التربي وزيادة خصوبتها أما الدودة الشريطية تعيش في جسم الإنسان وتسبب له الضرر هلأ من أهمية الحيوانات للإنسان نستخدمها عندنا كغذاء أو في موايد الطعام وفي صناعات مختلفة لها في صناعات الأحذية في صناعة الملابس في صناعات الحقائب في صناعات متعددة هيك بنكون يا ميس نهينا معكم درس الحيوانات ويعطيكم العافية